من فترة تليسكوب جيمس ويب قالوا انه في دراسات عم تكشف نو ممكن يكون في حياة خارج لا صحيح شو يعني حياة خارج اول شي لو كان دقائنا انا وياك يقلم بعام 2005 وسألتني هالسؤال كنت قلتلك ما عنا غير مجموعتنا الشمسية شو كواكب خارج المجرة شو حياة ثانية لا 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 هذا الكلام بوقيت لكن بألفين وخمسة تم اكتشاف اول كوكب خارج مجموعتنا الشمسية بعد منا تساقطت الكواكب صار عنا اليوم اكتر من سبعة تالاف وثمانية وخمسين كوكب خارج مجموعتنا الشمسية مثل كوكب تدمر انا كمان ينفذ يقترع عنا كواكب خارج مجموعتنا الشمسية هاي الكواكب اكتشفناها وصرنا نعرف انه في كواكب وبعض مننا بشبه الارض بس كنا بحاجة لتليسكوب متطور ذو تقنية عالية ايجانا جيمسويب جيمسويب قدر يلقط بخار الماء السر هو بالماء اذا وجد الماء الشرط لازم وغير كافي للحياة لازم بس غير كافي للحياة فاذا وجد الماء ممكن توجد حياة ممكن لسه ما في حسنا تماما جيمسويب استطاع ان يكتشف كواكب في عليها مياه وبالتالي اصبحنا نحن قابة قوسيني او ادنى من اكتشاف هل نحن واحدين في الكون هلا خلينا احكي انا اياكك يعني حيسألوا العالم يعني فيه كائنات فضائية عايشة علميا ما فيه لا اي ولا لا علميا اذا عم تسأليني كشخص مختص بقلك لا اي ولا لا ما بعرف حتى اللحظة ما عندي بس اذا بدردش انا اياكي كاصدقاء بقلك والله يا ألماء على هالكواكب الكتيرة الشبيهة بالارض لا يمكن لا يعقل نحن لهلأ الاف الكواكب بمجرتنا بس فشو بالك عنا 800 مليار مجرة حتى اليوم فاكيد فيه كواكب اخرى تستضيف حياة اخرى بطبيقه اخرى مدرد يكونوا اسكن منا ممكن يكونوا اقل زكاء وناطرين لنا نكتشفهم ولكن حتما هذا الكون يضم في جنوباته اشياء رائعة ومنها الحياة فلا اظن اننا وحيدين في الكون فاظن ان هناك اخرين ولكن قد يكونوا اقل زكاء وينطرون منا ان نذهب ونستكشفهم ممكن يكونوا اكثر زكاء فيه كتير احتمالات هي هاي النقطة هاي الحلوة الموضوع بس بيتمنى يكونوا اقل زكاء لانه لو كانوا اكثر زكاء ان احنا الاسف الشديد عايشين على كوكب مليء بالكائنات الحية صحيح ولكن من جهلنا اسف لهالكلمة لم نستطيع حتى اليوم الحوار مع واقع الكائنات الحية الموجودة معنا على نفس الارض اصلاك مع الحيوانات انا انا لا هلا ما في روح لغية الحوار بيني وبين النملة مثلا نتشوفها تجاهل طبعا ليش لانه لو في حياة اخرى في الكون كيف بدي اتناقش انا وياها يلي موجود بين ايديي بآلاف السنين بل ملايين السنين مع مدير التحاور وقلوا لغته مو عم نحكي عن كائنات لا لغة لها في كائنات مثل القطط الكلاب تتحاور تتفاهم بلغتها طيب اذا احنا ما عم نفهم لغتهم كيف نفهم الكائنات الاخرى في الفضاء وهدول حنشوفهم ممكن لدقيقة لساعة ليوم للحظة ما بعرف قديش لكن هدول اللي عايشين معنا من ملايين السنين الى هلقوا ما عم نعرف نترجملهم كلامهم كيف ننترجم ممكن نعملهم هيك على اساس مرحبة يفكروها اعلان حرب